بالتزامن مع انسحابة روسية محدودة من مناطق اوكرانية اعلن الجيش الاوكراني ان دفاعاته الجوية احبطت محاولة هجوما صاروخيا روسي على البنية التحتية في ميناء اوديسا الرئيسي على البحر الاسود قيادة الجيش الاوكراني الجنوبية قالت ان قوات العدو حاولت قصف منشآت البنية التحتية الحيوية في ميناء اوديسا مشيرة الى ان القوات الاوكرانية تصدت للهجوم ومنعت الصواريخ من اصابة اهدافها والحاق الضرر بالميناء وبالسكان المدنيين على حد تعبيرها وفي وقت سابق قال الحاكم المحلي لمنطقة اوديسا مكسيم مارتشينو ان ثلاثة صواريخ اصابت منطقة سكانية وان ضحايا سقطوا جراء ذلك الى ذلك اعلنت الولايات المتحدة انها ستعمل مع حلفائها لنقل دبابات سوفيتية الصنع الى اوكرانيا لتعزيز دفاعاتها في منطقة دونباس حسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولا امريكي المسؤول الامريكي الذي رفض الكشف عن اسمه قال ان عمليات نقل الاسلحة التي طلبها الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي ستبدأ قريبا ما يسمح لاوكرانيا بشن هجمات بالمدفعية بعيدة المدى على اهدافا روسية في منطقة دونباسا جنوب شرق اوكرانيا على حد تعبيره في غدون ذلك قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي في كلمة عبر الفيديو ان الوضع العسكري في شرق البلاد لا يزال صعبا للغاية مضيفا ان الروسيا تستعد لشن هجمات جديدة في منطقتين دونباس وخاركيف مشيرا في الوقت نفسه الى ان القوات الروسية في شمال البلاد تتراجع ببطء ولكن بشكل ملحوظ